إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصرِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيماً أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشرَّ الأمور مُحدثاتُها وكل مُحدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالةٍ في النار أيها المسلمون هناك عالمٌ يعيش بيننا ليل نهار يعيش مع الصغير والكبير عالمٌ ميَّزه الله سبحانه وتعالى للإشراف على عباده إنه عالمُ الملائكة الأبرار إنه عالمُ الملائكة الأبرار الملائكة خلقٌ من خلق الله عز وجل عبادٌ مُكرمون لا يصلُحُ إيمانُ عبدٍ حتى يؤمنَ بوجودهم وبما ورد في حقهم من صفاتٍ وأعمالٍ في كتاب الله وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ وَلَا تَحْرِيْفِ مِمَّا جَاءَ فِي خَلْقِهِمْ الحديث الذي ترويه عائشةُ رضي الله عنها عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورُ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارِ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ أما علاقتهم بالله فهي علاقة العبودية الخالصة والطاعة والامتثال يقول الله تعالى بل عبادٌ مُكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ويقول سبحانه وتعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون الملائكة أيها المسلمون لا يأكلون ولا يشربون فقد أخبرنا الله بخبرهم عندما جاءوا ضيوفاً على إبراهيم عليه السلام منازلهم السماء هم خلقٌ كثيرٌ لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم وما يعلم جنود ربك إلا هو وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور الذي في السماء السابعة فإذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك فإذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمعوا يا رعاكم الله حتى نعلم علم اليقين أن عدد الملائكة عددٌ لا يعلمه إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذٍ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك لا إله إلا الله يؤتى بجهنم يؤتى بجهنم يومئذٍ لها سبعون ألف زمام مع كل زمامٍ سبعون ألف ملك فعلى هذا أيها الكرام فإن الذين يأتون بجهنم يوم القيامة أربعة آلافٍ وتسعمائة مليون ملك أربعة آلاف وتسعمائة مليون ملك الملائكة أيها المسلمون لها أسماء نحن لا نعرف من أسماء الملائكة إلا قليل من ذلك جبريل وهو الروح الأمين ميكائيل وهو الملك الموكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان يقول الله تعالى قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين يديه وهوداً وبشرى للمؤمنين من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين إسرافيل هو الملك الذي ينفخ في الصور ومالك خازن النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك رضوان قال ابن كثير وخازن الجنة ملك يقال له رضوان جاء مصرحاً به في بعض الأحاديث ومنكر ونكير وهما الذان يأتيان في سؤال القبر وهاروت وماروت وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت أما عزرائيل فهذا اعتقادٌ سائدٌ عند الناس بأنه ملك الموت ولا يوجد في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة تسميته بهذا الإسم هل تموت الملائكة؟ هل تموت الملائكة؟ نعم يموتون كما يموت الجن والإنس كل شيء هارك إلا وجهه سبحانه وتعالى فالملائكة تشملهم الآية من صفاتهم الخلقية كما وصفهم الله بأنهم كرام بررة بأيدي سفرة كرام بررة أي القرآن بأيدي سفرة هم سفراء الله إلى رسله وأنبيائه قال البخاري معنى سفرة أي الملائكة سفرت أصلحت بينهم أي الملائكة سفرت أصلحت بينهم ومن صفاتهم أنهم منظمون في كل شؤونهم في عبادتهم وقد حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على الاقتداء بهم في ذلك فقال صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا وكيف يصفون عند ربهم؟ قال يكملون الصف الأول فالأول يتراصون في الصف وفي يوم القيامة يأتون صفوفا منتظمة وجاء ربك والملك صفا صفا وانظر يا رعاك الله إلى دقة تنفيذهم للأوامر في صحيح مسلم ومسند أحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخاز من أنت؟ فأقول محمد فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك أيها المسلمون ما هي علاقة الملائكة بذرية آدم؟ العلاقة وثيقة فهم يقومون عليه عند خلقه ويكلفون بحفظه بعد خروجه إلى الحياة ويأتونه بالوحي من الله ويراقبون أعماله وتصرفاته وينزعون روحه إذا جاء أجله روى مسلم في صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله تعالى إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال أي ربي ذكر أم أنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك هم يحرسون ابن آدم قال الله تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارم بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله قال مجاهد ما من عبد إلا له ملك موكل بحفظه في نومه ويقضته من الجن والإنس والهوام فما منها شيء يأتيه إلا قال له الملك وراءك إلا شيء أذن الله فيه فيصيبه ومن أعمالهم أيها المسلمون تحريك بواعث الخير في نفوس العباد ذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى الإنسان إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان ابتدره ملك وشيطان فيقول الملك اختم بخير ويقول الشيطان اختم بشر فإذا ذكر الله تعالى حتى يغلبه يعني النوم طرد الملك الشيطان وبات يكلأه فإذا استيقظ ابتدره ملك وشيطان فيقول الملك افتح بخير ويقول الشيطان افتح بشر فإن قال الحمد لله الذي أحيى نفسه بعدما أماتها ولم يمتها في منامها الحمد لله الذي يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى طرد الملك الشيطان وظل يكلأه أضف إلى ذلك أن الملائكة موكلة بالإنسان تكتب كل ما يصدر عنه من أفعال وأقوال لا يتركون شيئا لقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ذكر ابن كثير في تفسيره عن الحسن البصري أنه تلى هذه الآية عن اليمين وعن الشمال قعيد ثم قال يا ابن آدم يا ابن آدم بُسِطَتْ لك صحيفة وَوُكِّلَ بِكَ مَلَكَانِ كَرِيمًا أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك فأما الذي عن يمينك فيحفظ الحسنات وأما الذي عن يسارك فيحفظ السيئات فأعمل ما شئت أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك وجُعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة فعند ذلك يقول الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كثاب نفسك اليوم عليك حسيبا ثم يقول الحسن عدلٌ والله عدلٌ والله عدلٌ والله فيك من جعلك حسيب نفسك عدلٌ والله فيك من جعلك حسيب نفسك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يُسِّر حسابنا وأن يوفِّقنا وإياكم لصالح القول والعمل بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من آيٍ وذكرٍ حكيم أقول ما تسمعون وبه تذكرون فاستغفروا الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنبٍ وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقي وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين وبعد أيها المسلمون هاكم بعض الأعمال التي تُصلي الملائكة على صاحبها في صحيح مسلم أن الملائكة تُصلي على الذي يأتي المسجد للصلاة أن الملائكة تُصلي على الذي يأتي المسجد للصلاة فتقول اللهم صلِّ عليه اللهم ارحمه ما لم يؤذِ فيه ما لم يُحدِث فيه وفي سنن أبي داوود وابن ماجة عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكة يُصلُون على الصف الأول وعن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى وملائكة يُصلُون على الذين يصيلون الصفوف ومن سدَّ فرجةً رفعه الله بها درجة روى أحمدٌ في مسنده عن عامر ابن ربيع بإسنادٍ حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبدٍ يُصلي عليَّ إلا صلَّت عليه الملائكة ما دام يُصلي علي فليقِلَّ العبد من ذلك أو ليُكثر وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت الله يَثْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل بابٍ من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر هم يتعاقبون فينا أيها المسلمون يتعاقبون فينا فطائفة تأتي وطائفة تذهب جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم فيقول سبحانه كيف تركتم عبادي كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون أيها الكرام ما هو المطلوب بعد هذا العرض تجاه الملائكة عندما نعلم أن جبريل عليه السلام سأل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سأل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته ورسله أن تؤمن ما هو المواجب تجاه الملائكة الواجب أيها المسلمون الاستقامة على أمر الله عز وجل فإن من يستشعر بقلبه وجود الملائكة جنود الرحمن ويؤمن برقابتهم لأعماله وأقواله وشهاداتهم على كل ما يصدر عنه ليستحيي من الله وجنوده وإن أعظم ما يؤذي الملائكة الذنوب والمعاصي والكفر والشرك ولذا فإن أعظم ما يهدى للملائكة ويرضيهم أن يخلص المرء دينه لربه ويتجنب كل ما يغضبه ومعه من هذا فإن الملائكة لا تدخل الأماكن والبيوت التي يُعصى فيها الله سبحانه وتعالى أو التي يُوجد فيها ما يكره ويُبرضه كالأنصاب والتماثيل والصور ولا تقرب من تلبَّس بمعصية كالسكران قال ابن كثير ثبت في الحديث المروي في الصحاح والمسانيد والسنن من حديث جماعة من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الملائكة بيتًا فيه لا يدخل الملائكة بيتًا فيه صورة ولا كلب ولا جنب وعن أبي سعيد مرفوع لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب أو تمثال أيها المسلمون عندما نعلم يقيناً أن الملائكة معنا في كل وقتٍ وحين فينبغي أن نكون على قدر المسؤولية لأن الرقيب موجود ولأن المحاسب هو الله سبحانه وتعالى يُحاسبك على كل صغيرةٍ وكبيرة ما هو التأوه وما هي الحسرة التي يتحسر منها الكفار يوم القيامة في سورة الكهف التي نقرأها كل جمعة ما لهذا الكتاب لا يُغادِر صغيرةً ولا كبيرةً إلا إلا ماذا أيها الكرام إلا أحصاها مكتوبة مكتوبةٌ أيها المسلمون فأنت مُحاسب أنت مُحاسب على الحسنة ترفع بها درجة والسيئة من رحمة الله سبحانه وتعالى في الحديث أن الملك لا يكتبها سيئةً مُباجرةً إنما ينتظر العبد ستُّ ساعات فإن استغفر لم تُكتب سيئة وإذا مضت هذه الساعات كُتِبت سيئةً واحدة هذه من رحمة الله أما الحسنة فتُكتب بعشر أمثالها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يُعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته إعباد الله صلُّوا وسلِّموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال عزَّ من قائل حكيمة إن الله وملائكة يُصلُون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليما اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد وبارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعن معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه لما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم عليك باليهود ومن هاودهم والنصارى ومن ناصرهم والمجوس ومن أعانهم والمجوس ومن أعانهم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن بصحة وعافية يا رحمن اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن بصحة وعافية يا رحمن اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكره على عموم نعم يزدكم واذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون